بعد أخذ ورد استمر بين مجلسي نواب والأعلى للدولة حول تعديل الدستوري الثالث عشر الذي صوت عليه النواب في جلسة سابقة للمجلس ما أثر استغراب شريكه السياسي العلى للدولة حينها الأصل في الإجراء أن يحال التعديل بشكل رسمي إلى المجلس الأعلى للدولة حيث جاء على لسان النائب الأول للمشري ناجي مختار أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس لم يكونوا على علم بالتعديل الدستوري وأن لديهم حق الرد بعد إحالة النسخة النهائية التي ينتظرون تسلمها وهو ما حصل فهو النائب الثاني لرئيس المجلس النواب الهادي الصغير يؤكد في تصريح للأحرار إحالة التعديل الدستوري الثالث عشر للأعلى للدولة للتصويت عليه في جلسته القادمة قائلاً إن لجنة مشتركة ستشكل لوضع قوانين الانتخابات بعد توافق المجلسين على التعديل النسخة الجديدة تحمل معها استفهمات عدة حول ما الذي تغير في سياغة بنودها المختلفة وإن كان تغييراً جوهرياً أم طفيفاً فبمراجعة البنود يتبين وجود تغيير في بنود التعديل الثالث عشر غير الذي صوت عليه النواب في جلستهم الماضية انطلاقاً من دباجته إذ نصت النسخة النهائية بعد التوافق والتوشاور مع مجلس الدولة بدل تغيير ما اتفق عليه مجلس النواب والدولة التعديل في السياغة شميل مواد عدة منها ما هو متعلق بترشح مزدوجية جنسية للبرلمان والشيوخ حيث حدثت النسخة النهائية الاشتراط على العضو المترشح لمجلسي النواب والشيوخ عدم حمله جنسية أخرى وحذف بند منع مزدوجية الجنسية من الترشح لرئاسة الحكومة في النسخة النهائية وفي انتظار ما يصدر عن مجلس الدولة حول التعديل الدستوري في جلسته القادمة يبقى التساؤل قائماً حول هل يحقق هذا التعديل التوافق المنشود بين المجلسين أم سيفتح الباب لسجال جديد قد يطول أمده اشتركوا في القناة